استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في مقر المجلس بالرفاع السفيرة هاتون دي ميرير سفيرة الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة انتهاء فترة عملها بالمملكة ونوهت صاحبة السمو بما وصلت إليه علاقات التعاون والشراكة بين مملكة البحرين والجمهورية التركية معرفة سموها عن شكرها للسفيرة التركية لدورها في تطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشتركة والارتقاء بها في شتى المجالات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين من جانبها قدمت سفيرة التركية شكرا والتقدير لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على حفاوة الاستقبال معربة عن عجابها بالنموذج البحريني في دعم تقدم المرأة والذي أصبح مثالا يحتذى عالميا ومشيدة بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في شتى المجالات متمنية لمملكة البحرين وللمرأة البحرينية مزيدا من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر